محمد وآله إلى أن يصل إلى والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قلى من قولي وفعلي حلية الصالحين وزينة المتقين مفردات هذين الأمرين ماذا جزئيات هاتين الخصلتين ماذا الإمام عليه الصلاة والسلام في مقام العصمة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يسأل الله سبحانه وتعالى هذه المفردات هذه الجزئيات منها والقول بالحق وإن عز الصالحون المتقون يقولون الحق وإن كان هذا القول عزيزا هذه مفردة من هذه المفردات القول بالحق وإن عز كلمات ثلاث بني عليها ديننا نحن هذا اليوم يعني لو لو حرف امتناع لو لم تناع مو إذا مو إن لو كان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه مجمعين وفي طليعتهم سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي هذه الأيام متعلقة بها لو كان هؤلاء يتركون هذه الجملة القول بالحق في الوقت الذي هذا القول عزيز نحن هذا اليوم ما كنا مسلمين ما كنا مؤمنين هذا من أهم أسس الصلاح والتقوى الإنسان في هذا المجال نحن بجد بتضرع باستكانة من كل وجودنا وأعماقنا ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذا الأمر ثم بجد وبكل وجودنا وبكل إمكاناتنا نسعى حتى نشفع الدعاء بالعمل أو على حد تعبير القرآن الكريم نشفع الدعاء بالسعي قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى في مكانين من القرآن الكريم حتى هذه المفردة المهمة الأساسية من حلية الصالحين ومن زينة المتقين نوفق لها القول اللي يشموء العمل بالحق شنو وإن عزشن في كل كلمة معنى واسع وعميق غالبا القرآن الكريم يؤكد على العمل أكثر مما يؤكد على القول أنتم فيكم علماء خطباء فضلاء أدباء محققون لاحظوا وهكذا في الأحاديث الشريفة التأكيد على العمل أكثر من التأكيد على القول وصعوبة العمل أكثر من صعوبة القول واحد يقول لا إله إلا الله أما يريد يعمل بلا إله إلا الله مليون مرة أصعب من هذا القول أو ملايين المرات علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عمل بهذا القول خمسة وعشرين سنة جلس في بيته وهو أعلم ناس بعد رسول الله أفضل الناس بعد رسول الله أبو ذر عمل بلا إله إلا الله مات جوعا واحد بسرعة ما يموت من الجوع من الممكن واحد من العطش يموت خلال 24 ساعة خلال 48 ساعة خلال ثلاثة أيام أما ممكن الإنسان يجوع 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 يستمر به الجوع يتألم يتلوى شهر إزمان ما يموت بسرعة ما يموت واحد من الجوع كتب كتبوا في تاريخ أبي أبي ذر لضوان الله عليه ما تجوع هذا من العمل بلا إله إلا الله أما تقول لا إله إلا الله خلال ثانية ثلاث ثواني الإنسان يقولها هنا ليش التأكيد على القول لاحظوا كلمات أهل البيت عليه الصلاة والسلام لها جوانب وأشعة واسعة وما يغيب عن أمثالي أكثر مما أستحضره أنا وما يغيب عن المحققين وعن العلماء وعن الفضلاء أكثر مما يستحضرونه أما من جملة ذلك من جملة ما يبدر لي أنه قد يكون الإنسان شخص خلقه الله كل إنسان شخص خلقه الله مستقلا وعلى عمله يجاز مستقلا يعمل يصلي يصوم يزكي يخمس يكون حسن الأخلاق يكون صبور يكون صادق يتعلم العلم يعلم العلم إلى آخر أما قد يكون الأمر يرتبط بإيجاد مجتمع يصدق عليه في منطق الإسلام وفي منطق أهل البيت هذان وجهان لمطلب واحد أهل البيت يعني إسلام إسلام يعني أهل البيت مجتمع في منطق الإسلام ومنطق أهل البيت يكون مجتمع صالح مجتمع متقي هذا يحتاج إلى القول هذا يحتاج إلى أن يقول أحد للآخر يقول أحد للناس ولذا الحق بحاجة إلى القول في بناء مجتمع صالح حتى يكون الأفراد صالحين في بناء مجتمع متقي حتى يكون الأفراد متقين هذا يحتاج إلى قول أنا أقعد في داري في دكاني في بلدي في قريتي في محلي وأنا أعمل لا أقول جنابك كذلك تجلس في محلك وتعمل ولا تقول والثالث والرابع والألف والمليون هذا ما يولي المجتمع الصالح المجتمع الصالح المجتمع المتقي بحاجة إلى اللسان بحاجة إلى القول وإن كان القول والعمل في اللغة والشرع يتناوبان أحدهما يطلق على الآخر في الأمثال أكو قال بيده هكذا هذا عمل مقول قال بيده هكذا أما في الشيء الذي يرتبط بالرباط المجتمع بمجموعة الناس يجتمع بالأمة هذا بحاجة إلى قول ولعل مما كان السبب في أن الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يذكر القول هو هذا الآن هذه مفردة هذه كلمة القول بإجمال والقول بالحق الله يوفقنا لحلية الصالحين وزينة المتقين هذه مفردة منه القول بالحق الحق شنو في القرآن الكريم في أحاديث أهل البيت في اللغة العربية الإنسان من يلاحظ كتب اللغة الحق يطلق على معاني هذه المعاني متداخلة متشابكة كل تأكل واحد منها تعبير عن المعاني الأخرى ولكن من زاوية من شعاع خاص الحق يعني العدل العدل يعني إعطاء كل شيء ما يناسبه يناسبه من كل الأبعاد يناسبه تكوينان يناسبه تشريعان يناسبه وضعان يعطاء كل شيء ما يناسبه هذا العدل إذا إذا واحد عند حمام وعند خروف يطعم ويسقي هذين الحيوانين هذين الحيوانين يعطي لك ليهما مقدار الآخر من الماء ومن الطعام الكيفية ليعطيها للآخر من الماء والطعام لا إذا يعطي الخروف بقدر طعام الحمام الخروف يموت من الجوع وإذا يطعم الحمام بقدر طعام الخروف الحمام تموت من التخم الحمام تحتاج إلى قطرات من الماء والخروف إذا يطه قطرات من الماء يموت من العطش العدل شيء والمساوات شيء ليس كل مساوات عدل وليس كل عدل مساوات الحق يعني العدل هذا معنى من معاني الحق أيضا ذكروا الحق يعني الصحيح وأمثال ذلك من المعاني الجامع لهذه المعاني الحق في كل مجال يرتبط بالمجال الذي يطلق الحق بالنسبة إليه الحق في مراجعة المريض شنو أن يراجع الطبيبا متخصصا يراجع طبيبا حاذقا الإنسان اللي يريد المسألة شرعية حق هذا الأمر شنو يراجع طبيب يراجع مهندس يراجع ميكانيك لا يراجع فقيه عادل فقيه متق الحق في الكلام كذا والحق في البناء كذا والحق في التاريخ كذا والحق في السيرة كذا الحق كله صحيح الحق كله عادل الحق كله تام هذا الحق القول بالحق لعله لا يوجد على وجه الأرض شخص خذ من أعدل العدول إلى أفسق الفساق أنه فتوقت يقول الحق القول بالحق أحيانا عند الكل موجود هذا مو من حلية الصالح هذا مو من زينة المتق الصالح والطالح يقول الحق أحيانا المتقي وغير المتقي يقول الحق أحيانا وإن عز عز يعني شنو يقولون أهل اللغة يقولون العز عز هذه المادة تطلق في مورد يجتمع شرطين يعني الإمام صلوات الله عليه عند دقة في كلمة القول هنا في كلمة الحق هنا في كلمة عز هنا يقولون المورد الذي يجتمع شرطين يطلق في اللغة العربية كلمة مادة عز بمختلف اشتقاقاتها أحدهما أن يكون هذا الشيء نافع الثاني أن يكون نادر قليل أنفع شيء لنا نحن لوجودنا نحن قاعدين هنا والبشر الذي يقاعد ونائم ويمشي ويخطب ويستمع ويأكل ويصنع ويعمله أهم شيء أفيد شيء له الهواء الأكسجين إذا ينقطع الأكسجين عن الإنسان عن البشر خلاص لا يبقى واحد حي هذا أنفع الشيء ولكن هل يسمى الهواء عزيز لا هل يسمى الأكسجين عزيز لا ليش لأن كثير عكم وقليل مع أنه أفيد شيء وهكذا إذا الشيء مو كثير الفائدة وإن كان قليل لا يسمى عزيز القسم الفلاني من الحيوان القسم الفلاني من الخنفساء القسم الفلاني من اللون حتى له قليل حتى لا نادر لكن ليس لفائدة مهمة لا ترتبط حياة أحد بهذا الشيء هذا لا يسمى عزيز أما إذا كان كثير الفائدة قليل الوجود هذا يسمى عزيز في قصة الحسين صلى الله وسلم عليه عز ماء يعني شنو هنا هذا عز إلى معنى إذا الإنسان ما يلحق ما يموت من العطش يغمع عليه كلية توقف الكبد تخرج نفع كثير ما دم موجود كثير الماء هذا من عزيز أما إذا صار قليل يصير عزيز القول بالحق هذا مو ذات أهمية هذا مو من حلية الصالح هذا ما زين ما زين مو أنه مو زين الحق زين والقول به والعمل به زين أما الذي يجعل القول بالحق من حلية الصالحين وزينة المتقين في صورة كون هذا القول عزيز يعني ماكو واحد يقول الحق إذا واحد يقول الحق وراء صوت وراء سجن وراء تعذيب وراء حرمان وراء مشكلات ومشكلات هنا يصير من حلية الصالح هنا هذا القول بالحق يكون في نفس الوقت اللي هو قليل لأن أكثر الناس ما يسوه أكثر الناس يحجمون يتراجعون الناس غالبا طلاب العافية ما لهم خلق فيصير نادر وفي نفس الوقت يكون مهم يكون مهم هنا يصير من حلية الصالح سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلام عليها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت كانت في طليعة من قالت الحق في وقت عزة هذا القول يعني هذا القول صار قليل وفي وفي نفس الوقت له تأثير لو لا قول فاطمة الزهراء صلى الله وسلم عليها ذلك القول لعله اليوم إسلام هم ماك قرآن الكريم يقول الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم يعني إلى الجاهلية رادوا يسووه جاهلية ولكن فاطمة الزهراء صلى الله عليه قالت الحق في وقت عزة هذا القول وإن عز يرجع إلى القول ما يرجع إلى الحق الحق معزيز القول به أحيانا يكون عزيز ولذا في الأحاديث أكو الحديث اللي أكيد كلكم حافظي هذا الحديث المعروف سئل عن رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم ما أفضل الجهاد ما أفضل الجهاد أقسام من الجهاد أكو جهاد الأعداء جهاد الكفار جهاد الظالمين جهاد النفس مجاهدة النفس الجهاد الأكبر أفضل من كل هذه الأقسام ما هو والشكل الجهاد إما مطلق أو عام مفرد محلى بعلم مسلم أنه مطلق شائع في جنسه على الإصطلاح العلمي وعلى قول أنه عام أفضل الجهاد يعني أفضل كل جهاد رواية من المتواترات لعلها سئل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى ما أفضل الجهاد فقال كلمة حق هنا في الدعاء والقول بالحق النبي صلى الله عليه وعليه يقول كلمة حق هنا لإمام عليه السلام يقول وإن عز هذا القول اقتباسا من جده رسول الله صلى الله عليه وعلى ورسول الله يقول كلمة حق عند إمام جائر أكو في بعض الأحاديث عند السلطان جائر سلطان عم إمام إمام إصطلاح إسلامي سلطان معنى عام يعني قد يكون فت كافر جائر إصطلاحا لا يسمى لا يسمى إمام جائر هذا سلطان هذا ملك جائر ملوك الجاهلية سلاطين الجاهلية قبل الإسلام هذا ما يسمون أئمة ما يسمى إمام إمام إصطلاح قرآن إصطلاح إسلامي إمام يعني الذي يأخذ بأزمة الأمور بيده الرتق والفتق بيده السجن والإطلاق بيده الإعدام والإخراج إمام في المسلمين إصطلاح إسلامي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مختلف طوائف المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله قال إمام جائر في عدة من الروايات لأن الذي ليس مسلم إذا ظالم هذا سلطان جائر أما إذا كان مسلم وجائر مسلم وظالم هذا يطلق عليه إمام جائر كلمة حق عند إمام جائر هذا أفضل الجهاد على حد قول رسول الله صلى الله عليه وآله كلمة حق عند سلطان جائر أفضل الجهاد عند إمام جائر أفضل الجهاد كلاهما أفضل الجهاد ولكن مراتب في هذه الأفضل إياكم السلطان الجائر اللي مو إمام سلطان الجاهلية هذا فقط يجور يظلم الناس لا يوصم الإسلام ما ينط لزمة بيد الكفار ضد الإسلام ميضع في الإسلام في نسفوس المستضعفين من المسلمين أما إمام جائر مثل يزيد بن مغاوي إمام جائر هم يظلم الناس هم يعطي انطباع سيء عن الإسلام لا تتم حجة الله على عباده الله بعث الأنبياء أنزل الكتب لألا يكون للناس على الله حجة إمام جائر ما يخلي هذا يصد دون هذا إسلام يزيد وأمثال يزيد اللي إمام جائر يحكم باسم رسول الله باسم الإسلام هذا هو المانع في أن يقبل إلى المسلمين المليارات من الكفار وإلا لو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لأقبل كل العالم إلى الإسلام حديث أكو لاحظوا في البحار أنا شايفه البحار طبعا ينقل عن المصادر حديث عديدة أكو لو أن علي بن أبي طالب مضمون الحديث شايف أكيد لو أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فسح له المجال بعد رسول الله لم يبق على وجه الأرض غير مسلم الإسلام الذي يعرضه علي بن أبي طالب الإمام العادل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هذا الإسلام ضياء كل واحد يدور ضياء هذا الإسلام جميل كل واحد يدور جمال هذا الإسلام حسن هذا الإسلام رفق لين عطف كل واحد يدور المعاني الخير أما إسلام يزيد هو الذي ينثر كلمة حق عند إمام جائر هذا تذبح الإنسان كوميت بيتين من الشعر قال هذا كلمة حقا عند إمام جائر مأمون كان إمام جائر دعب للعفو مأمون كان يعتبر نفسه أمير المؤمنين إمام المسلمين خليفة رسول الله صلى الله مأمون إمام جائر هذا يعبد الهواية عند قصائد أشعر بيتين من الشعر قال ترك أهله ترك عائلته بيته بلده أقرباء فلوسه متخفي في البلاد مننا مننا وعلى حد تعبيره هو المنقول عنه في التاريخ يحمل خشبة إعدامه على متن يعني وين إذا يلقوا يعدموه يذبحوه بيتين من الشعر قال قبران في طوس خير الناس كلهم يعني قبره خير الناس الإمام الرضا صلى الله عليه وقبر شرهم يعني شر الناس هذا من العبر هارون بين قبر الإمام الرضا صلى الله عليه مدفن الإمام الرضا وبين مدفن هارون لعله متر ما كفاصل قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر لا ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرري كلمة حق عند إمام جائر من يقولها غير دعب دوروا في التاريخ يجوز واحد اثنين أمثال هذا اللي مشته الإعدام هذا اللي مشته قطع رأسه هذا اللي مشته التعذيب هذا اللي مشته وراءك وعيد والقول بالحق وإنقس ولذا حديث أكو هذا الحديث أنا أنقله من العشرات والعشرات 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 وهكذا من مصادر مختلف طوائف المسلمين قطع من الحديث نقله لكم لاحظوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابنته فاطمة الزهراء صلى الله عليه هاي قطع منها ليس أحد من نساء المسلمين أعظم رزية ملكي ما يحتاج أقول لكم في الكتب الأربعة لاحظتي ما يحتاج أقول لكم في الصحاح الستة ما يحتاج أقول لكم في تفسير الفخر الرازي ما يحتاج أقول لكم في البحار ما يحتاج لكم في كتب الفقه لمختلف طوائف المسلمين الموجود من المتواترات ليس أحد من النساء المسلمين أعظم رزية من كليش فقط وفقط وفقط وآلف فقط لكلمة حق عند إمام جاهل للقول بالحق في وقت كان هذا القول عزيزا يعني مهم هذا القول من فاطمة الزهراء صلى الله عليه وقت على الإسلام اليوم إحنا مسلمين إسلام غير أهل البيت ما إلا جذابية الإسلام الذي في زمان خلف زمان رسول الله الله صلى الله عليه وآله لاحظوا بالتواريخ شبرة إمام المسلمين هذا هو النبي يقول كلمة حق عند إمام جائر إمام المسلمين شبرة هو الشبر وفكرة هو الفكر وخيط والحبل هو الحبل جاب حبل شبرة خمسة أشبار هذا الحبل هذا إمام المسلمين يعني اسمه يسمى بإمام المسلمين خمسة أشبار وهذا الحبل بعثه إلى المدينة الفلانية قال كل إنسان أطول من هذا أضربه عنقه هذا مجاذب هذا منفر إمام المسلمين ويقول كل الناس أفقه منك إمام إذا كل الناس أفقه منك هذا شبور إمام لو هذا الإسلام كان اليوم ما بقي مننا أما فاطمة الزهراء صلوات الله عليها والقول بالحق وإن أس هذا صار سبب هذا القول لأن نقرأ ونستمع هذا اليوم إلى هذه الكلمات لأن نستطيع أن نعرف واقع رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا كان واقع القرآن ماذا هو واقع الدين ما هو الذي أراده الله كل الله هو خالق أطول من خمسة أشبر لماذا يقتل هو سوى نفسه أطول من خمسة أشبر طول عرض الإنسان بيده هو شكله بيده هو السيارة يقول أنا فاهم هو يقول أنا ما أفهم شي كل الناس أفقه هذا ليس جميل حتى الناس يدورون هذا ليس جالب جاذب حتى الناس يجون عليه اللي يعدهم أحسن من هذا كل الناس يعد يعدهم خرافات أحسن من هذه الخرافة وهذه الخرافات عند أمثال هؤلاء اللي يسمون بإمام المسلمين القرآن يقول ومنهم أئمة يدعون إلى النار هذه أئمة هذول مو كفار هذول مو مشركون هذول في الإسلام ومن أسس الأخلاق هذا والقول بالحق وأن أس تبنى الأخلاق على هذا إذا هذا ما كو أخلاق ما كو فاطمة الزهراء صلوات الله عليها استثنوا هذه الخصلة منها فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لها بالألوف خصال خصال حميد بالألوف هذه الوحدة استثنوها القول بالحق وأنعز قلوا النظر عن هذه الخصلة كلمة حق عند إمام جائر غلوا النظر عنها لهاي ما كانت في فاطمة الزهراء كانوا يأتمرون الحكومة بعد رسول الله كانت تأتمر بكل ما تأمر به فاطمة الزهراء صلوات الله عليها يعني الصلاة فاطمة صوم فاطمة صدقة فاطمة عبادة فاطمة أخلاق فاطمة حسن خلقها تعليمها للأحكام استثنوا هذا منعدهم أحسن من فاطمة الزهراء يعرضوها للعالم يعرضون سيرتها يعرضون عملها يعرضون تاريخها البنت الوحيدة من رسول الله صلى الله عليه وآله مو فقط نسب حسب عين رسول الله صلى الله عليه وآله باستثناء النبوة علمها علم رسول الله فضلها فضل رسول الله هي في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها منعدهم أحسن منها من فاطمة الزهراء لو يجمعون كل المتقيات المؤمنات العابدات من نساء المهاجرين والأنصار ما يصيرون شعر من فاطمة الزهراء اظفر لفاطمة الزهراء سلام الله عليها هم هم يعتقدون يقبلون هذا الشيء ولكن لو لا لو لا هاي اللي خلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في هذا الحديث المتواتر يقول لها أبوها رسول الله ما كوحدة في نساء المسلمين أعظم رزية منك يعني كلما لقت فاطمة سلام الله عليها من رزايا من محان جسدية روحية كلها فقط وفقط لهذه الخصن فقط وفقط لهذه الخصن أساس الأخلاق لهذا ونحن في أيام فاطمة الزهراء صلوات الله نعم هذا بمتاعب الإنسان يريد يصوم يوم ما بمتاعب بمتاعب يعطيش بجوه واحد يريد يطخمس ما بمتاعب تعاب حصل فلوس حار برد مطار شمس سفار حضار حرم نفسه من النوم من الراحة اشتري باع حصل مليون لازم خمس ينطي ما بمتاعب ليش واحد يطيز كاما بيتعاب واحد يصلي ما بيتعاب ليش هذا كله بيتعاب أما كل هذه تبنى على كلمة حق عند إمام جاء تبنى على والقول بالحق وإن عس أسمة فاطمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها مقامات فاطمة الزهراء صلوات الله عليها مظلومية فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذه الأحاديث التي قد تطرح وكانت تطرح من قبل وليست بجديد نسبة نسبة إلى مقامات فاطمة الزهراء صلوات الله وسلام عليها خير ما يقال أفضل ما يقال في هؤلاء اللي يطرحون هذه بعض المطالب أنهم جاهلون بروايات أهل البيت بملء الفم يستطيع الإنسان أن يقول روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والجزء كبير منها في كتاب بحار الأنور هذا ما شايف هذا الكتاب ما شايف وإلا في كل واحدة واحدة من هذه الخصال خصال بالعشرات تكون روايات وم واحدة وثنت يعني في نفس البحار بالعشرات العمدة في فاطمة الزهرى سلام الله عليها اللي بني عليها الإسلام بناء الإسلام مستقبل الإسلام بني على شقين بعد رسول الله صلى الله على دور شخصين شق دور فاطمة سلام الله عليها والشق دور أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه وهذان الشقان هذان الدوران كل يكمل الآخر وإلا فاطمة الزهرى صلى الله عليه ليش لأنها تصلي هواي نساء كنا يصلي لأنها تصوم نساء كنا يصوم في شهر رمضان في عهد فاطمة سلام الله عليها لأنها حجت ذهبت للحج نساء كنا يذهب للحج تأتي صدق نساء يعطينا صدق كل ما تعمل فاطمة سلام الله عليها غيرها من نساء كانت تعمل ولكن القول بالحق وإن عز لا كلمة حق عند إمام جائر لا هذه خاصة بفاطمة سلام الله وهي اللي جابت القتل لفاطمة جابت الظلم لفاطمة جابت التعذيب لفاطمة هذا أساس الأخلاق كل ما ندرس نحن ونتعلم ونقرأ من الأخلاق أساسها هذا هذا الذي يبنى عليه هذا الذي يوجب البقاء وإلا الرجل قال لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها وحلف يمين وكان كاذبا فيما يقول قال أنت أعز علي من بنتي يا ريت بدال ما افتقدتي أنت أباك بنتي كانت تفتقدني فاطمة الزهرة سلام الله عليها التي دخلت المسجد واقع تعلم فضل وقت اللي لديكم مجال كلمة كلمة اقرأوا تاريخ فاطمة مو صفحة صفحة مو سطر سطر مع كل واحد بمقدار ما أوتي من فهم ويستوعب من معلومات يعني عند كل كلمة من كلمات فاطمة سلام الله عليها ومما قيل فيها قاله الله سبحانه وتعالى فيها أو قاله رسول الله فيها أو قاله أمير المؤمنين فيها أو قاله أبناء المعصومون عليهم الصلاة والسلام فيها وحد يتأمن بالمقدار اللي عنده مجال ويستوعب من معلومات تأمن كلمة إن الله يغضب لغضبها يرضى لرضاها وين أكو هالكلمات وهي تستشهد وهي تحرق دارها وهي تعذب وهي تموت كمدن وهي من يوم وفات أبيها رسول الله إلى شهادة قال والله قالت والله لأدعو أن الله عليك في كل صلاة شوفوا مصادر الحام والخاص والله لأدعو أن الله عليك في كل صلاة هذه هذه كلمة حق أنت إمام جاهر هذا القول بالحق وإن قص في وقت عزة الحق الفريد من لرسول الله بعد رسول الله المقصومة يغضب الله لغضبها يرضى لغضاها تقول للواحد هالشكل هذا معناه ترسم خطوط جد أبيها رسول الله ترسم لنا خط الإسلام تقول للتاريخ الإسلام الذي جاء به أبي ماذا وإلا كان الإسلام ضايع كان الإسلام ضايع ولذا هذا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يعتبره من حلية الصالحين أنا وأنت مع احترامي لكم لا نكون صالحين إلا بوجود هذه المفردة بها متاعب طبعاً في موقعه مع شرائطه بالفقه موجود أنا وأنت مع احترامي لكم إذا هذه المفردة موجودة عدنا القول بالحق وإن عز من كن من المتقين هذه زينة المتقين هذه طلعها من هذه الحلقات الحلقات متفيت الظالمين ما لهم شغل بالصلاة كل أئمة الجور كانوا يصلون ما لهم شغل بالزكاة كل أئمة الجور كانوا يدعون إلى الزكاة ما لهم شغل بالصوم ما لهم شغل بالحاج ما لهم شغل بالصدقات ما لهم شغل بالبناء المساجد ما لهم شغل كلهم كانوا يسوهم شوف التاريخ مليء مليء بالألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف والملايين ولكن فقط وفقط هاي المفردة لهم شغل هاي المفرد وهي المفرد اللي خلت فاطمة الزهر سلام الله عليها غريبة بعد أبيها رسول الله أصحاب رسول الله الكثير منهم مو كلهم طبعاً أمير المؤمنين أخذها كما سامعين قاري إلى بيوت المهاجرين والأنصار شعف كل واحد كان يشوف مالخ الله يقول كلمة حق يشترك يضم صوته إلى صوت فاطمة سلام الله عليها هذا يريد يعيش يريد يرتاح في بيته فاطمة الزهر سلام الله عليها هل يش ما تريد تعيش ليش ما تريد ترتاح في بيته كانت أعز أهل المدينة لو هذه الخصلة ما كانت فيها لو أعز حتى من أمير المؤمنين صلوات الله عليه متصل برسول الله بعد ما أكو أحقاد بدرية وحنينية برقبتها أمير المؤمنين أكو أحقاد بدرية وحنينية وحودية برقبتها يعني هم هشك ليصوروا ولذا أكو رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال بعد فاطمة أعرض الناس عنها يعني شوية كانوا يلاحظون فتفترة اصطلاحهم لأجل فاطمة حيلو هالمفردة ما كانت في تاريخ هالخصلة ما كانت كانت أعز عند أهل المدينة حتى من أمير المؤمنين صلوات الله ولكن صارت بهذه الحالة فاطمة الزهرة صلوات الله عليها أسولنا نحن هذول الأربعة عشر المعصومون عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم مقياس الإسلام مقياس الإيمان لنا قولهم عملهم تقريرهم ملاك ملاك إذا أردنا أن نتخلق بالأخلاق الحميدة بحسن الخلق بالصبر بالصدق باللين بالعطف بالرفق ونترك الأخلاق الذميمة جذرها هذا أساسها أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة فاطمة الزهرة صلى الله عليه أن يوفقنا للاقتداء بها صلى الله على محمد واله الطاهرين الله على صلواته ومحمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة